مع جلوس الملك شارلز الثالث على عرش المملكة البريطانية خلفاً لوالدته تبرز تساؤلات بشأن مستقبل دول الكومنوولث وهل ينفرط عقدها بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية والتي لعبت دوراً أساساً في إنشائه حيث برزت حركات تطالب بالجمهورية في الدول التابعة للتاج البريطاني الكومنوولث والذي يضم نحو مليارين ونصف المليار شخص أو نحو ثلث سكان العالم وفقاً لمجلة تايم الأمريكية وكالة رويترز نقلت عن مؤرخين بريطانيين إن الكومنوولث ربما يكون تاريخياً قد انتهى مساره وما نراه اليوم هو شبح منظمة فيما توقع أكاديميون أن يمنح رحيل الملكة الجمهوريين في استراليا مساحة واسعة لتحضير الطريق أمام إنهاء التبعية معاناة دول الكومنوولث أقر بها الملك شارلز قبل نحو شهرين عندما أعرب عن أسفه بسبب العبودية التي تعرضت لها شعوب الكومنوولث مقراً بأن المجموعة تضرب بجذورها في حقبة مؤلمة من التاريخ مشيراً إلى تنام الميل في بعض دول الكومنوولث إلى التحول إلى جمهوريات تضرب إلى جمهوريات في حقبة مؤلمة من نهاية حيوية تضرب إلى جمهوريات في مؤلمة من Democratic المترجم للقناة